السلام عليكم معاكم محمد فوزي هنتكلم النهاردة عن سبع أخطاء مدمرة في تربية الأطفال خليكم معنا أول خطأ الصراخ أو بالمصر كده الزعيق دايما أو غالبا بنزعق للطفل بنزعق له بنشتم بنسرخ طبعا مضر جدا نفسيا للطفل بيخلي الطفل متعود على عدم الاحترام متعود على الزعيق شخصيته بتبقى ضعيف فما ينفعش تماما ان احنا نستخدم الاسلوب ده سواء في الحياة العادية أو في العقاب تاني خطأ هو العقاب العقاب الزايد أو العقاب الشديد الغير مبرر والغير متناسب مع خطأ الطفل أي طفل في الدنيا بيخطأ أو أي إنسان بيخطأ بس دايما المفروض أن العقاب متناسب مع الخطأ طبعا ما فيش حد في الأهل بيرعي النقطة ديت لما بيجي عاقب طفله الطفل خطأ صغير خطأ كبير ما عالش الواجب كدب مش عارفه كله بيبقى عقاب واحد أو عقاب حسب مزاجنا أو حسب درجة غضبنا وده طبعا غلق جدا بيخلي الطفل لغبط مش قادر يفرق ما بين الأخطاء الصغيرة والأخطاء الكبيرة مش عارف ياخد قراراته لما يكبر فبرضو لازم يكون العقاب متناسب مع الخطأ ويفضل أن يكون فيه سيستم معروف قبل كده الطفل نفسه حتى عارفه أن كل خطأ للعقاب بتاعه المتناسب مع حجم الخطأ ده ثالث خطأ هو الشكوى من الطفل للأهل أو للأصحاب أن الأم قاعدة بتكلم مامتها بتشتكي من الطفل قاعدة مع صاحبتها مع أختها بتشتكي من الطفل ويا سلام بقى وهو الطفل يكون قاعد وسامع الأم هي بتشتكي منه ببساطة شديدة جدا طبعا الموضوع ده ما ينفعش خالص مضر جدا جدا على نفسية الطفل فببساطة شديدة تخيالي أنت قاعدة واحد بيشتكي منك كلما يلاقي حد يشتكي منك شوف أنت هيبقى إحساسك إيه فببساطة شديدة لو عايزة تتخيالي يحسس الطفل فبرضو مضر جدا نفسينا الطفل بيفقد ثقة الطفل في نفسه بيفقد ثقةه فيكي أنت شخصيا بتقاعدة عمالة تشتكي وفي الآخر لو حسبتيها هتلاقي نفسك مش مستفادة أصلا أي حاجة أنت تشتكي طفلك لا أحد غريب هو مش هيفيدك في حاجة بالعكس الصح المشاكل اللي في طفلك أو أي حاجة عايزة تشتكي بتتكلمي مع حد مختص ومش بيكون في وجود الطفلة أصلا حفاظا على مشاعر الطفل وعلى نفسيته أنه هو يطلع متزن نفسيا رابع خطأ هو التخويف اللي هو بمعنى أصح أنك بتخوف الطفل من أي حاجة بتخوفيه وتعمليه رعب ورهبة في البيت أنت لو غلطت أنا هعمل فيك كذا هسوي فيك كذا هعقبك بالشكل الفلاني هموتك هضربك فكل ده طبعا بشكل واضح بيأثر بشكل مباشر في شخصية ونفسية الطفل بيخلي شخصيته دايما مرعوب دايما خايف بيكبر نقطة الجبن فيه وهو صغير وبتكبر معاه برضو فبيخليه فقد الثقة فيك مرعوب منك مش يعرف يتكلم معاك خمس خطأ مدمر هو الإنتقاد الخاصة الإنتقاد الزايد الإنتقاد الزايد لسلبيات الطفل لتخصرفات الطفل اللي مش عجبانة دايما بنلاقي نفسنا بدل ما نيجي ندي نصيحة أو لما نيجي ندي نصيحة بتبع على شكل انتقاد وغالبا انتقاد حاد جدا فدايما الطفل انتقاد مش عاجبني كذا مش عاجبني كذا انت بتعمل كذا غلط ده برضو بيأثر بشكل مباشر في شكله في نفسية الطفل ان هو بيخليه مش واثق في نفسه بيفقد الامل اصلا في شخصيته وفي تصرفاته بيفقد الامل في الحياة وبيخلي عنده تشوهات نفسية جديدة جدا وهو طفل وبرضه لما يكبر فلازم نبعد عن الانتقاد ولما نركز على الايجابيات اللي في طفلنا ونحاول ننميها وفيه طرق صحية جدا وعلمية جدا ان بين الدين ونصيحها بشكل عامل ازاي وكده هنعرفها قدام برضه باذن الله الخطأ السادس هو المقارنة سبحان الله غالبية الاخطاء دي والحاجات اتربين عليها كلنا وهي اساسا عكس كل اساليب التربية الحديثة والصحية والمفيدة لطفلنا ولينا يعني فدايما المقارنة المقارنة الطفل مع اريبه مع اصحابه بص زميلك اشتر منك بيعمل كذا بص ابن عمتك مش عارف جاب درجات كام بص ابن عمتك مؤدبة ازاي بتعمل حاجتها لوحدها ازاي بيفقد تماما تماما ثقة الطفل في نفسه وبيخليه طالع مشوه نفسيا فقد الثقة في نفسه سابع واخر خطأ معنا النهاردة بس هو مش اخر خطأ طبعا في الاخطاء كلها زي ما قلنا ان شاء الله يبقى فيه جزء تاني من الفيديو ده المهم سابع خطأ هو الاكبار متعودين برضو احنا الكبار احنا اللي بنفهم فدايما بنجبر الطفل على تقريبا كل حاجة في حياته نجبره البس ده كل ده اعمل ده دلوقتي ما تعملش ده دلوقتي فالاكبار ده ابسط حاجة خالص بيعملها بيلغي شخصيته تماما بيخلي طفل ضعيف الشخصية برضو مشوه نفسيا متعود على الاكبار مش هيعرف ياخد قرارات خاصة لما يكبر مش هيعرف ياخد قرارات في حياته فاحنا بتهيقلنا ان احنا كده احنا اللي بنساعده وبنحميه واحنا اللي فاهمين واحنا اصلا بنضره دلر كبير جدا وهو طفل ولما يكبر خليه مشوه نفسيا مش عارف ياخد قرارات ضعيف الشخصية لما بيصطدم بالحياة ما بيعرفش يتصرف كويس وبيتصدم كل ده نتيجة ان هو من صغره متعود هو مكبر على حاجة معينة ما بيفكرش بقى هو بيلغي دماغه والكلام ده كله فطبعا نبعد جدا عن الاجبار طب الطفل مش بيسمع الكلام طب الطفل بيديقنا بيعمل كذا بيعمل كذا دي برضو لها حلول كتير علمية وصحية برضو هنعرفها في الفيديوز قدام ان شاء الله كده وصلنا لاخر الفيديو النهاردة ان شاء الله هيبقى فيه جزء تاني زي ما قلنا فهنرجع بسرعة مع بعض الاخطاء السبع اخطاء عشان نفتكرهم ودائما نبعد عنهم نقللهم بالتدريج طبعا نلغيهم خالص يبقى افضل حاجة الخطأ الاول الصراخ والزعيق دايما للطفل لازم نمنعه تماما الخطأ التاني العقاب الشديد او الزايد الغير متناسب مع الخطأ الخطأ التالت الشكوى الشكوى للاهل من الطفل رابع خطأ هو التخويف ان احنا بنخوفه من نفسنا هنعمله هنعقبه وكده فبيفقد الثقة فينا خمس خطأ هو الانتقاد دايما فيه انتقاد لتصرفاته بيفقد الثقة في نفسه تماما سادس هدف هو المقارنة بنقارنه مع رايبه او زميله برضو بيفقد الثقة في نفسه سابع واخر الخطأ هو الاجبار كده خلصنا الفيديو النهاردة لو عجبكم الفيديو عملوا لايك وكومنت لو ما عجبكوش عملوا ديسلايك عادي جدا برضو اكتبوا اراءكم وكترحاتكم برضو لو فيه افكار معينة عايزين نتكلم عليها في الفيديوز الجاية برضو قولوا هليه في الكومنتات نحاول نتكلم عليها ان شاء الله وعملوا شير عشان تفيدوا غيركم وطبعا عملوا سبسكرايب عشان الفيديوز الجاية لما تنزل بإذن الله وفعلوا الجرس عشان يوصلكم تنبيه بالفيديو اول ما ينزل شكرا لكم واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله برجاته